انا اقتراحت انا كشيعية كغماوية اقتراحت عليهم خنضج القانون طلعونا من الملة قالوا انتو انتو ابناء السفارات قلت لهم لعدى انا شو من شرعت لكم قانون التطبيع فبجرت من ابناء السفارات شو انا شرعت لكم قانون المثلية شو بجرت من اصحاب السفارات شو هسه من ده اناقشكم باختلاف الرأي بين انتو دتطونا قانون مفخخ لمجتمع هو هو احنا احنا باشوف حسنا اهل شو لدينا مشكلة ليوم المجتمع خلين 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 قسط السفارات حتى وراها سؤال اختي جد تم اتهام ناس سابقا بانهما ابناء سفارات فقط لان كان رأيهم يختلف عن الرئيساء للنظام حسيتهم المضلومين هسيّل اممم المضلومين والله انا حسيتم مضلومين غير باللي باللي صار بهذا القانون في مجلس النواب قبيل يوم ان شاركوني بالقرار ويقولوا لي أنت الصوت الشيعي شو هسا بس خالفت وبرو يطلعت مو الصوت الشيعي يابا هذا القانون بلغم آني كقانونية من دورتي أحتيها أمام الإعلام أستاذ فايق من دورتي أستاذ جاسم عندي أقتنع بيننا عندي ملكة قانونية خلونا نستفاد إحنا كشيعا من أصحاب العقول وننضج قانون لا أنت طلعت من الملة